ضمن الفعاليات الإنسانية لحملة الكويت بجانبكم في إقليم كردستان العراق أشرفت القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيلة وبتنفيذ مشترك مع الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على توزيع المواد الغذائية شملت العوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين ضمن الخطط الإغاثية لشهر رمضان وسبق لدولة الكويت وبتنفيذ من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن شرعت بتنفيذ الخطط الإغاثية كتقديم المواد الغذائية ضمن حملة الكويت بجانبكم لمختلف المناطق بإقليم كردستان العراق ضمن الفعاليات الإنسانية المتنوعة لحملة الكويت بجانبكم في إقليم كردستان العراق أشرفت القنصرية العامة لدولة الكويت في أربيل وبتنفيذ مشترك من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبالتنسيق مع الشركاء المحليين على توزيع 15 طن من المواد الغذائية المتنوعة شملت العوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين في مدينة أربيل ضمن الخطط الإغاثية لشهر رمضان تقوم أستروناء الخيرية بالتنسيق لأول مرة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتوزيع 586 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجين في محافظة أربيل وستستمر هذه الحملة خلال شهر رمضان وبعد العيد الفطر المبارك إن شاء الله وبتمويل من قبل الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت وإشراف القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل وتتشرف مع أستروناء الخيرية بالتعبير عن امتنانيها وشكري للجمعات الخيرية ولدولة الكويت على ما تقدمه للأسر الفقيرة في العراق وكما استهلت دولة الكويت شهر رمضان هذا العام بمختلف الفعاليات الإنسانية اختتمته بجولة من المساعدات التي عادت بالفائدة على المشمولين بها هذه المساعدات قد تكون عام الخير لهذه الشريحة نشكر الأمانة عامة لأوقاف دولة الكويت الشقيقة ومؤسسة الرناكي الخيرية لتنفيذ هذا المشروع نتمنى لهم مزيد من الدعم والمساعدة إلى شريحة المكفوفين وقصار القامل في كردستان العراق وسبق لدولة الكويت بتنفيذ من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أن شرعت بتنفيذ خطط إغاثية متنوعة كتقديم آلاف السلات الغذائية إضافة لآلاف واجبات الإفطار ضمن حملة الكويت بجانبكم في مختلف المناطق بإقليم كردستان العراق نحن في شهر رمضان نشكر دولة الكويت على مساعدتها لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بإقليم كردستان العراق نحن نعاني من مشاكل عديدة من ضمنها صعوبة حصولنا على العمل لذلك نثمن المساعدات التي عودتنا دولة الكويت عليها خلال شهر رمضان من جديد تعود دولة الكويت لتؤكد استحقاقها لقب مركز العمل الإنساني العالمي من خلال التواصل وفعاليات حملة الكويت بجانبكم خلال شهر رمضان من أربيل كردستان العراق عاصم الحمداني تلفزيون دولة الكويت